اشتركوا في القناة ألا تثق بما أقول؟ ألا تؤمن بالنبوآت؟ إنما أريد عزكم ومجدكم وأنا امرأة من تميم وهؤلاء سادة الجزيرة قد قدموني وقد أتينا يثرب لنغير عليها فنمتازها ونأخذ رجالها عبيداً ونساءها صبايا ونخيلها إقطاعاً وأنعامها غنائم فما تقول؟ لا يا سجاح لا شأن لي بذلك لما يا مالك؟ المدينة جوزة فلاذ وقد حاول السواك كسرها فانكسر ضرصه وتحطم فكه وأنا لست بذلك المدينة فيها أبطال يثرب وقريش ولم يهزموا في معركة قطوة كانوا قلة فما بالك يخد كثروا وامتنعوا إن أمرك لغريب يا مالك أتخوفني؟ أترى الجموع من حولي؟ الفرسان والسيوف والرماح؟ لا تستطيع يثرب بأوسها وخزرجها وكل من حالفهم الوقوف في وجه سجاح لا لا يا سجاح لن أحالفك في ذلك ولا أريد لبني تميمة أن يستأصلوا إذن دعونا نجوز أرضكم إلى سواها أنت ووكيع ابن مالك إلى المدينة لا أما إلى غيرها فنعم بمن تشير علي؟ إن كنت تريدين الأنعام الكثيرة والأموال الغزيرة والنخلة الملتفة المثمر فعليك باليمامة فيثرب ليست كاليمامة اليمامة بلاد الخصب والغنى والرجال ولكن بها مسيلمة مسيلمة الكذاب أهو كذلك؟ نعم إنه كذلك بورك فيك يا مالك نصحت فأجزيت يا معشرة تغلب وتميم إن السماء أوحت إلي أن رب السماء قد نفلكم اليمامة فالرجال ضحايا والنساء سبايا والنخيل والأنعام غنائم المربطان منهم والسوائم هذا وعد حق أطيعوني تنصروا اخذلوني تخذلوا فدونكم اليمامة فغذوا السير إليها يا معشرة تميم اسمعوا ما أوحي إليه عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة ولتكن غزوة حرامة لا يلحقكم بعدها ملامة اليمامة حديقة العرب وبستان الجزيرة نخلها باسق غصونه محنية من كثرة التمر وحلاوة العناقيد الأرض مرتعها خصيب ونخل مخبأه رطيب فيها عيون جارية ونعمة سارية أبيح لكم نخيلها وأنعامها الرجال قتلى والنساء ثواكل ما دون أخذهن سبايا مجنون ولا عاقل مرحلة هدوا السيرة إلى اليمامة وليس عليكم مني من ملامة هدوا السير ترجمة نانسي قنقر طلبتني يا مولاتي سمعت أنك من بنياربوع قومي مالك بن نويرا بلا يا مولاتي بلا اجلس مقترب مالك ومبتعد وليته كان معنا لشاركنا في غزو اليمامة ونال من سبيها وأنعامها لو أمن بك لنال الكثير يا نبيت الله أنت مخلص يا عبدك سلامة ليربوعي أخبرني يا سلامة ما كنت تفعل قبل أن تقدم إلينا أنا فارس أغزو وأغنم وأخضع الرقاب وأسبي يا له من مغنم أغزوت قوم بني حنيفة قط بلا وأسبيت منهم امرأة وأسرت رجلين ولطالما سخرت من الذي اسمه مسيلم هذا وماذا قالوا لك عنه؟ قالوا أشياء لا تصدق قل إنما نقدم على عدو ويجب أن نعرف عدونا لا لا أغجل منك يا مؤلتي لا تخجل إنها شؤون الحرب قالوا إن الوحي أتيه من السماء بلمح البصر وقد حرم عليهم إن جاب الذكور إلا ذكرا واحدا وقد جعل ديار بني أسيد بن حنيفة حرما كحرم مكة وقد زوج منهم امرأة قال إن رب السماء زوجه منه وماذا غير ذلك؟ أخجل منك يا مؤلتي قل ولا تخفي شيئا قالوا إن له قوة عشرين رجلا في الباء وغير ذلك؟ وقيل إنه ما من مرأة عشرته ورغبت برجل سوا أترى هم يكذبون مثل نبيهم؟ لا يا مؤلتي في هذا تأكدت من المرأة التي سبيتها وشهدت بما سمعته؟ وأكثر لا تفشي ذلك بين الناس إنها صفات خارقة سمعا وطاها يا نبيت الله سمعا وطاها لحاجن المترجم التي رحلتها الله تنحة سبيلا وطاها principalmente وشهر اشتركوا في القناة